بحث وفد مجلس التعاون التونسي الكويتي بالعاصمة التونسية إنجاز مشاريع استثمارية كويتية في تونس التفاصيل في سياق التغرير التالي أكد الرئيس التونسي الباجي قيد السبسي على أهمية دور القطاع الخاص في النهوض بالعلاقات الاقتصادية التونسية الكويتية وذكر بالإنجازات التي قامت بها دولة الكويت في المجال السياحي كنموذج ناجح للاستثمارات العربية في تونس مثمنا مبادرة إنشاء هذا المجلس ليكون رافضا إضافيا لتعزيز مسيرة التعاون المتميزة بين البلدين من جانبه أكد فهد المعجل رئيس مجلس التعاون التونسي الكويتي أن مبادرة إنشاء المجلس تحظى بتشجيعا واهتمام من قبل دولة الكويت مبرزا أن هذه المؤسسة ستشرع قريبا في تنفيذ برامج ومشاريع تعاون في المجالات الاقتصادية وثقافية إن شاء الله الكلام اللي سمعناه من فخامته أن يتحقق وليحقق لنا مطالبنا كمجلس تعاون تونسي كويتي أن نفعل ما هو مطلوب منه أن يكون فيها التعاون الصحيح بين البلدين وفد رجال الأعمال الكويتي أكد أهمية الاستفادة من فرص التعاون التي يتيحها الصندوق الكويتي للتنمية نحن نثمن مثل هذه المبادرات وعلى أكثر من مبادرة أو آلية هي مؤسسة بأتم معنى الكلمة جاءت في الوقت المناسب جاءت في وقت تعيش فيه الأمة العربية تجاذبات جد كبيرة وعلى حكمة ورصانة سمو الأميرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لها مفعولها الحيني تاريخ التعاون التونسي الكويتي ليس بالجليل هو يعود إلى السبعينيات فالاستثمارات الكويتية في تونس لها تاريخها كما استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشهد عضاء مجلس التعاون التونسي الكويتي وأفاد رئيس المجلس فهد المعجل أن اللقاء توجى بالاتفاق على رفع مستوى التعاون الثنائي لا سيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاهتمام الموجود الآن في دولة الكويت الشقيقة بكل ما هو بحث علمي بما هو تقنيات حديثة سيجعل الاهتمام التركيز أكثر على التقنيات الحديثة على البحث الحلمي وعلى الرقمنة خاصة في الميدين المتشعبة هرسون تونسي واضح على مزيد تعزيز الشراكة القائمة مع دولة الكويت التي تمثل سنداً لتونس في مسيرتها التنموية خاصة إذا ما تعيشه من صعوبات اقتصادية في هذه الفترة مجلس التعاون التونسي الكويتي يمثل آلية فعالة من أجل تطوير جهود التنمية في تونس خاصة وأن دولة الكويت لها موقع الريادة في مجال الاستثمارات العربية هنا ناجح الميساوي تلفزيون دولة الكويت تونس تونس